مجلس النواب العراقي يصوت على قانون الانتخابات جلسة البرلمان الخامسة والعشرين خصصت لتعديل قانون التقاعد وتم رفعها إلى الخميس المقبل الصدر يقول أن قانون الانتخابات سيقصي كل الأحزاب الفاسدة والنائب عمار اليوسف يستحصل الموافقة على الوجبة الثانية من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في صلاح الدين أهلا بكم أكد مراسلنا من داخل قبة البرلمان أن مجلس النواب العراقي صوت اليوم على قانون الانتخابات بعد التصويت على بنوده كافة فيما بينا مراسلنا أن خلافات حصلت حول المادتين الثالثة عشر والخامس عشر من القانون والتي تخصان موضوعات لها علاقة بالآلية الانتخابية للمكونات أعلنت رئاسة البرلمان اليوم تخصيص الجلسة الخامس والعشرين والمنعقدة الآن لتعديل قانون التقاعد وقال مراسلنا أن مجلس النواب صوت على المضي بالقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد وافتتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الجلسة الخامس والعشرين بعد أعلانه رفع الجلسة رقم أربع وعشرين بالتصويت على قانون الانتخابات حصلت قناة سمراء على مقطع فيديو يظهر فيه نواب عن تحالف سائرون وهم يحتفلون بإقرار قانون الانتخابات نعم للأصلاح نعم نعم للأصلاح نعم نعم للأصلاح نعم نعم للأصلاح أبلح من صلى على محمد وآلي محمد اللهم صلى على محمد وآلي محمد وعجه ورجعه والعن حدوه فيما غرد مغتدى أصدر لاحقا حول إقرار قانون الانتخابات الجديدة وقال أصدر تحقق مطلب آخر من مطالب الشعب بعد أن وقفت المرجعية والعقلاء والأصلاح وكل وطني شريف من النواب وغيرهما فقانون الانتخابات سيقصي كل الأحزاب الفاسدة ولله الحمد وننتظر بفارغ صبر أن تكون مفوضية الانتخابات نزيهة ومستقلة بحق ولن نسمح بغير ذلك مختتما تغريدته بهاشتاغ المجرب لا يجرب ومرشح الشعب سينتصر أكد النائب عن محافظة نينو أحمد الجربة اليوم عن أن تمرير المادة الخامس عشر من قانون الانتخابات بصيغتها الحالية دق سفين تقسيم العراق وقال الجربة في مؤتمر صحفي عقده داخل البرلمان قال إن الحديث عن الانتخابات المبكرة ذوبة سياسية ابتدعها البعض لتقسيم العراق وأشار الجربة إلى أن هناك مشاكل كبيرة بين الأقضية والدوائر المتعددة إداريا لافتا إلى أن التصويت على المادة الخامس عشر التي اعتمدت الدوائر المتعددة في كل محافظة ستذهب بالبلاد إلى المجهول ونحو تقسيم وأضاف أن المادة مررت بأجواء سياسية سريعة دون إجراء مداخلات نيابية وصف القيادي بالحزب الديمقراطية الكردستاني ريبين سلام وصف التصويت على المادة الخامس عشر من قانون الانتخابات بذبح عملية التوافق فيما رأى أن العراق الفيدرالي تم هدمه وقال سلام أنه لقد تم ذبح عملية التوافق التي كانت أساسا لإدارة الدولة والعملية السياسية منذ عام 2003 وهذه سابقة خطيرة أن يتم التعامل مع القضايا المصيرية عن طريق الأغلبية وقال مظر من داخل المجلس أن مجلس النواب صوت على المادة الخامس عشر من قانون الانتخابات الخاصة بالدوائر المتعددة داخل المحافظات بعد جدال واسع أثارته هذه المادة بين مختلف القوى السياسية خصوصا الكردية منها فيما وصف رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي اليوم وصف الحكومة بالعنصرية الطائفية فيما اتهمها بمنع وصول التركمان لمفوضية الانتخابات ومجلس الخدمة وقال الصالحي في بيان أن حكومة السلطة العنصرية الطائفية في بغداد منعت وصول ممثلية التركمان إلى مفوضية الانتخابات ومجلس الخدمة الاتحادي بحسب قوله وأضاف في ظلم طالبات المتظاهرين في تحقيق الإصلاحات التي تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتي أخفقت حكومة بغداد على تحقيقها طيلة 16 عاما الماضية والتي ميزت بين مكونات الشعب العراقي على أساس التمييز الطائفي والقومي ضد شركاء الوطن من خلال عدم السماح لمكونات مهمة من الشعب العراقي في التمثيل بمجلس الخدمة الاتحادي والذي كان يشير في القانون بضرورة تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي في هذا المجلس كشف الخبير القانوني أحمد العبادي اليوم عن أن المدة الدستورية الخمسة عشر يوما تبدأ عند الاتفاق على المرشح مؤكدا أنه لا يوجد فراغ دستوري إلى الآن وقال العبادي في تصريح صحفي أنه كثر الكلام عن الفراغ الدستوري وبالحقيقة لا يوجد فراغ دستوري مبينا أنه أولا يوجد قصور دستوري وليس فراغ دستوري لأن الدستور لم يعالج مسألة استقالة رئيس الوزراء لذلك صارت الأمور بعيدا عن النصوص الدستورية وثانيا الحديث عن الفراغ الدستوري لا صند دستوريا له مشيرا إلى أن المدة السادسة والسبعين طنوص أولا يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وكانت مواقع أخبارية اليوم قد نشرت وثائق توضح أول دعوة قضائية تطعم بقانون الانتخابات الجديد لمجلس النواب رغم عدم استكمال التصويت عليه في البرلمان وأكدت المصادر أن الدعوة قدمها محامن فيلي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي نفى مظر في رئاسة الجمهورية اليوم ما وصول أي جواب من رئاسة البرلمان يتعلق بتحديد الكتلة الأكبر في البرلمان كما نفى مظر في مكتب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يرسال كتاب اليوم إلى رئيس الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر قالت نايب عن تحالف البناء لأنصيف اليوم إن هناك توجها لإستبدال مرشح تحالف وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل بسبب تراجع حظوظه وقالت تنصيف تصريح صحفي أن مرشح تحالف البناء قصي السهيل لم يعد قويا وحظوظه أصبحت بعيدة المنى للحصول على منصب رئيس الوزراء المقبل وأضافت أن تحالف البناء بدأ يفكر بشخصية جديدة مؤكدة أن التحالف بصدد تسمية محافظة البصر أسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء بدلا عن السهيل بينا مظر سياسي أن حسم اختيار مرشح رئاسة الحكومة سيتم من خلال عزم الكتلة السياسية أقد اجتماع مساء اليوم وقال المظر أن اجتماع حاسما من المزمع أقده مساء اليوم يضم قادة الكتلة السياسية من أجل حسم اختيار مرشح رئاسة الحكومة المقبلة وأضاف أن هناك ترجحات باختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة نفى المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المستقيل سعد الحديثي اليوم تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء وقال الحديثي أن مجلس الوزراء لم يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء لافتا إلى أن ما تدولته وسائل الإعلام بوجود عطلة رسمية ليوم غد الأربعاء بمناسبة ولادة المسيح عليه السلام غير دقيق وعار عن الصحة وأضاف أن الدوام الرسمي سيستمر ليوم غد الأربعاء ومجلس الوزراء لم يوجه بعطلة رسمية أكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي اليوم إنه لا أثر قانوني لأي كتاب سوى الذي تشكلت بها الحكومة وحسمت فيه الكتلة الأكبر وقال الكعبي في بياننا مقتضب تبعته قناة سمراء إنه لا أثر قانوني لأي كتاب موجه لرئيس الجمهورية سوى الكتاب الذي تشكلت به حكومة السيد عاد العبد المهدي المستقيلة وأضاف أن هذا الكتاب حسم بموجه به الكتلة الأكبر أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحد المحمود دعم حق التعبير عنها الرأي لافتان إلى تصدي المحكمة لمصيرية صدرت عنها أحكام وفق الدستور وقال المحمود خلال لقائه بمكتبه السفير المصري لدى بغداد إن المحكمة الاتحادية العليا حريصة على دعم الحريات العامة في مقدمتها حق التعبير عن الرأي وشار المحمود إلى تصدي المحكمة لقضايا مصيرية عدة من خلال اختصاصاتها وأصدرت أحكاما وفق الدستور نصا وروحا وأكد المحمود على أهمية تعزيز التعاون بين القضاء العراقي والقضاء المصري في المجال الدستوري وتبادل الخبرات بما يعود للمصحة العامة للبلدين استحصل النائب عن محافظة صلاح الدين عمارة اليوسف الموافقة على الوجبة الثانية من المشمورين بشبكة الرعاية الاجتماعية من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات وكبار السن والعجزة جاء ذلك عبر كتاب صادر عن مكتب اليوسف إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان والذي أحال الموافقة إلى شبكة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل لاتخاذ ما يلزم بصدد التخصيصات وما يتبعها من إجراءات لأكثر من 1200 مستفيد من أهالي محافظة صلاح الدين طالب مواطنون من أبنى سمرى بدعم المنتج الوطني والتي بيّنوا أنها تضاهي المستورد إن لم تكن أفضل منه على مستوى النوعية مبينين أن المنتج الوطني يحافظ على دورة رأس المال وضمان عدم خروج العملة إلى جيوب الجهة المصطرة عندنا منتجات أصلا الظاهي المنتجات الخارجية والاستيراد عندنا منتجات أقوى من الاستيراد بس بمجرد نحتاج دعم مجرد نحتاج دعم سواء من المواطنين أو سواء من الدولة نفسها نحتاج دعم في هذا الموضوع أساسا راح ينقضي بس بمجرد وجود الدعم واستمرت تجارة المنتج الوطني وينجح أكثر احنا ويا حملة المنتج الوطني لما نروح على أي أسواق نسأل هل هذا المنتوج محلي أم مستورد إذا كان محلي نأخذه إن كان مستورد ما نأخذه عيني إحنا ندعم المنتج الوطني من خلال أنه منوفوت للمحلات أو الماركتات نشتري المنتج الوطني نسأل إذا كان منتج وطني إحنا نشتري المنتج الوطني ما نشتري المنتج المستورد من خلال هالطريقة إحنا رح ندعم المنتج الوطني اللي بنفس الوقت المردود هذا المنتج الوطني رح يكون دائرة اقتصادية بالأسواق يعني رح يشغل العمال اللي بالمحل النياسي رح تشتري نفس الشي فرح يرجع للأصحاب المعامل وتبقى دائرة العمل لا تخرج خارج المد المصانعون في سمراء أكدوا أن الدعم الحكومي يكاد يكون معدوما لمنشآتهم سواء بالسلفة بعيدة الأمد أو إجراءات تطوير هذه المصانع فضلا على ارتفاع كلفة الوقود المحسوب من الدولة قياسا بالأسعار المحلية فيما أوضح أصحاب المعامل والمصانع عدم وجود تخصيصات لأراضي يمكن إنشاء مصنع عليها داخل مدينة سمراء كما شددوا على ضرورة توفير القروض بلا فوائد بما يتماشى وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف المصانع يكاد أن يكون مفقود يعني كدولة أي دعم لنا موفي يعني المصانع شون تنهى هذا التنمية بالبلد والمصانع المصانع التنهى بالدعم العكومي يعني الدعم يتوفر فيه كل شيء دعم تطوير المصانع كي يكون سلف سلف بدون فوائد بعيدة لهم على مدينة خمس سنوات واحد يجيب مصنع على بضمان المصنع خمسة إلى عشر سنوات يسدد من عندها مبلغ هذا المعمل اللي راح يجيب بس الموضوع هو ايضا ندخل بالفساد الموجود بالبلد يعني حتى اذا سواوا الدعم فرح يستفادوا من المشروع هو كلما اصحاب المشاريع الوائمية وحدي يكون احنا ما نحصل هذا الشيء اي واحدة نيجي حتى فيه مجال الوقود كان احنا دولة نروح نتجدد الجهازة ثمين سنوين تيجي تقدير حاجة ملايين تتأخذون من الدولة هذه الملايين هذا القاز يابا قونا قاز حصة تدفع فلوس ما لتقدير حاجة بعدين يابا نطونا النفط القاز يقولون القاز تأخذ بسعر تجاري كيفش سعر التجاري هتأخذ سبعمية وقم سيلة لتور تحسبة يطلع البرميل مئة وخصة وستين ألف بينما ما بسلك مئة وعشرة فاني ليش أخذ قاز من الدولة هي الدولة تتدمر المصنع زين أسان إذا أجي أنتج على سبيل المثال أجيب أنزل كاسة وزنها ثمانمائة غرام وزن الكاسة ثمانمائة غرام تكلفتها هي علي لا يقل عن ثمانمائة دينار تكلفة مالتها زين من عدد كل شيء أنا جيت نزلتها بالسوق مطلوب من عندي لازم أبيحها بألف وربع ليش أبيحها بألف وربع أنا بيع بألف وربع ورايا لازم ورايا ضمان اجتماعي ورايا ضريبة ورايا التنمية الصناعية ضريبة ما تنمية صحة كل هذه علي فأني من جيت هالساعة نزلتها بالسوق أنصدم بالسوق المستهلك ما يأخذها من عندي بألف وربع رايح يجمرني يأخذها من عندي أبو المحل يأخذها مني بألف لازم بيش أبيحها هساني كابو معمل هالساعة دنزل كاسة ثمانمائة وثمانطعش دينار ثمانمائة وثمانطعش دينار ربحي بالكاسة خمسة وربيعين دينار يعني خمسة وربيعين دينار أنطي للعامل أنطي للضرائب أنطي للقاز طبعا القاز القاز إذا أجي أنا أجيك على القاز إذا أنا أبو معمل هسا مجاز صحيا صناعيا على متجارة كلها إذا أجي على القاز أسوي معاملة مع القاز لازم يراد لسنة يقول الله أكملها وراء ما أكملها أنصدم بسعر وهو شنو السعر السادة البسوقي يعني أقدر أنا أجيب هذا القاز من أي محطة نفس السعر من أي محطة نفس السعر راح أجيبه إذا أنا ما أسوي الشيء وإن التعمل موجود زين أريد أن أقدم قرض على الموت أصل المستوى راقي من إنتاج لازم تعبي أو تغليف على الموت ثقافة المستلك أو المستقافة المستلك يدور تغليف يدور شراقي يظهر المستوى النشرة مستمرة أهالي الحردانية يؤكدون عبر أهالي الحردانية جنوبي صلاح الدين عن امتعاضهم جراء الوضع الماساوية الذي تعيشه ناحيتهم بسبب عدم توفر مياه صالحة للشرب مبينين أنه تم تنصيب إسالة على مياه النهر وهي لا تفي بالغرض بل أكدوا بتعبير أقصى أنهم يتقاسمون الماء مع دوابهم جاء ذلك في برنامج جازاء الشارع الذي يقدمه الزميل محمد السمرائي عبر شاشة قناة السمراء قاعدنا مين نشرب نشرب مي إحنا حشاك والحيوانات نفس الشيء محشوني إيه والله المنطقة إحنا مو إحنا صاحب حلال الحيوانات نشرب من الرصاص وإحنا نشرب وحن نحن الحيوانات جابوها المهم قبل فترة بقدروا بإسالة مئتين ماطور مئتين حصان أشط وقافنا إحنا ومركزة الحردانية وناحية النهرين وجبنا المشروع ووصلناها السقربة وما زلنا في الحردانية حيث أكد منتسب الحج العشائرية الموجود في النحية أنهم لم يسلموا رواتبهم منذ انتسابهم في عام 2014 وحتى يومنا هذا فضلا على عدم صرف أي التعويضات لشهدائهم وجرحهم صار لقريبا خمس سنين من 2014 ونحن نعم والحد الآن؟ والحد الآن لا راتب لا كل شيء هل يستشهد شلو؟ هل يستشهد؟ ما لك شهداء؟ انتاني يستشهد جرحة ايه جرحة؟ تعوضة والشهداء؟ لا لا كل شيء ما يكون هل يتعويض معكم؟ لا أستاذ جزين من 12 دون شيء عرفتهم معكم؟ شو تقولوا شيء؟ جتنا لجوان من 2014 حد الآن كل عشرة يام مش تجينا لجنة تأخذ فايلات أستاذ وشي ما ويطلعنا كل شيء من 2014 من 2014 نتدامون بدور رواتب؟ بدور راتب الحد الآن شوان عايشين انتو؟ عايشين والله أستاذ شي سوا قاضين منطقتنا قاضين من أستاذ منطقتنا هذي لازمين منطقتنا؟ لازمين منطقتنا بحكم أنتم منين الحماية لأهلكم وناسكم؟ ايه يعني والله مبادرة يعني كل شيء ممتازة أنه ابن المنطقة هو يلزم المنطقة ويكون بها ويدافع عنها ويأمنها بنفس الوقت يعني المفروض يعني أكوه التفات يعني مقاتل أربع سنوات انت من موفر لراتب وخمس سنوات من موفر لراتب يعني هذا مقاتلين يعني الناس معرضي للموت بكل دقيقة قال قائم مقام العلم ليث حميد أن قرى القضاء تسفيد اليوم من حملة أعمار وبناء للمدارس وإسالة ما وعمال الطبليطة مبينا أن هذا يأتي ضمن التوجه العام بشمول جميع الأغضية والنواحي بالخدمات سواء داخل مركز القضاء أو خارجي اليوم في منطقة ترشيدية الحائدة هي قرى من قرى قضاء الحلم حائدة إلى الوحدة الإدارية هذه المناطق المتطرفة أو تقع فيها الجانب القريب من نهر دجلة حيث يحدها نهر دجلة بينها وبين قرية المحزم هذه المناطق كانت تشكو من سوء الخدمات وقلة التبليط والمدارس وتوجهت كوادرنا في هذا العام والحمد لله بتبليط أكثر من كيلوين داخل هذه البيوت ما سطعت أهل هذه المناطق التواصل مع المجتمع ووضع بيت صحي أيضاً وتنصيب إسالة ماء تخدم سمرة ومنطقة ترشيدية بالتحديد هذه المناطق التي يسكنها أكثر من 25 عائلة مع دورهم مع أكثر من 1500 دونة كانت بمعزل أيام الفيضان في المناطق في السنين السابقة ما اليوم فهل الآن نمشي على شوارع مبلطة وإسالة ماء معالجة بالأوزون والكلور هذا عهدنا لمواطنين في أبعد مكان وابعد نقطة سوف تصلهم الخدمات إن شاء الله السادة المسؤولين في شعب الهندسية لأن تكون جميع الأقضية والنواحي على حد سواء داخل المركز أو خارجه ليس حميد خلاف قائم مقام قال مدير عام صحي صلاح الدين الرائد الإجبوري إن العقود تقسم إلى قسمين أجور يومية وعقود FBS مبينا أن جميع درجة الوظيفية ستحل مشكلتها بضمنها التجاوز الذي حصل على الدرجات من خلال الدرجات الفائضة عبر نافذة بودلاء المتقاعدين العقود هي قسمية عقود وزارية وهي على قوة الFBS سواء العقود الأجور اليومية هذا الموضوع هو موضوع مقتصب الوزارة وبالتشريع البرلمان بتشريع قانون أتصور هم في طور أن يشرعون وبالتأكيد إحنا إحدى المؤسسات التابعة للدولة أي قانون راح يشرع ويطبقوا بل تأكيد راح يطبق عندنا بإذن الله نتأمل خير بالإضافة إلى أنه كل الدرجات الضغيفية الموجودة راح يكون لها حل سواء التجاوز يعني حل السنة القادمة راح يكون عندنا وفق هذا القانون ما للتقاعد راح يكون عندنا درجات فائضة ويتم حالجة الخلل اللي حصل ضمن انطار الدرجات أكدت المتحدثة باسم وزارة التربية سلام الحسن أن لا نية للوزارة في تأجيل الدوام للعامة دراسي الحالي فيما بيّنت أن هناك إجراءات نظامية وقانونية اتخذتها المديريات العامة للتربية في صلاح الدين والأنبار ونينوى بخصوص موضوع التعينات على ملاكات الوزارة وزارة التربية ليست لها النية في تأجيل الدوام بل هناك التسهيلات والإجراءات التي سيكون من صالح الطلاب تخذتها وزارة التربية لكي يستمر العام الدراسي ولكي ننعم بنجاح طلبتنا الأعزاء وبتميزهم وبتفوقهم طيب خاما بستي يعني اليوم من تقررت تحارات وصف السنة وحددتوها بتاريخي لكن هل ستنضي هذه الموضوع؟ الكل يعلم أنه كثير من المدارس لم تباشر بالدوام كثير من المدارس مضربة عن الدوام كيف ستتعابل مع هذا الموضوع؟ كل التسهيلات وكل الإجراءات في بالوزارة التربية سينتظم الدوام وسيلتحق طلبتنا الأعزاء وهناك إجراءات وتسهيلات لكي يتم تتم الامتحانات بسيابية عالية إن شاء الله وطلبتنا كل يأكلنا ثقة بصموتهم وبتحديهم لكل الصعاب وإن شاء الله ينتظموا ويلتحقوا إلى مدارسهم طيب ست اليوم عندما هل وعظون عن قرعة التعينات لمحافظة صلاح الدين بالتحديد ومحافظة نينا وعلى أفن عن بار؟ أكيد هناك إجراءات نظامية وإجراءات قانونية اتخذتها المديريات العامة التربية في صلاح الدين وفي نينوى ولكل متقدم للتعيين رقم سري ولكن يعني فوجئنا بالناس اللي تحاول الضلل هذا الموضوع وظلل عمل وزارة التربية والعفون المديريات العامة التربية الأمور تمشي وفق الأنظمة والقوانين ووفق التعليمات اللي وضعتها الوزارة بخصوص التعينات أخر موضوع عقود في وزارة التربية والمحاضرين اليوم هل هناك نية لتثبيت المحاضرين لأعطاءهم فرصة للعقود هذا الموضوع يتعلق بالمحافظات على اعتبار الملاكات تابعة للمحافظات لأن لحد الآن لم تنقل الصلاحيات إلى وزارة التربية فالمحافظات قامت بجرد المحاضرين وأكيد هناك فرصة إن شاء الله لتعاقد مع المحاضرين على اعتبار الجهد اللي بدلوه والموقف الذي بوذل من قبل المحاضرين كان موقف مشرف وموقف وطني فأكيد هم يستحقون أن الرد الجميل أعلنت خلية الإعلامة الأمنية اليوم عن تكليف الفريق الركن عبد الكريمة التميمي بمنصب قائد قوات جهاز مكافحة الأرهاب رسميا بعد الصحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة وقالت الخلية في بيان لها مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن طالب غشاتي شغاتي عفوان يكلف الفريق الركن عبد الكريمة التميمي بمنصب قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب رسميا بعد الصحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة يذكر أن التميمي كان من أبرز قادة تحرير أراضي العراق من دنس الإرهاب عندما كان يقود قيادة العمليات الخاصة الثانية القيادة التي بقيتها صامدة في مصفى بيجي الصمود وسطرت أروع الملاحم والبطولات لتحرير المصفى وتكريت قبل أن يتم تكليفه بمنصب قائد الفرقة الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء والانتقال خمسين دولارا للبرميل بموازنة الفين وعشرين وارتفاع وانتاج معامل التمور في كربلا إلى ثلاثة أضعاف إثر حملة صونعة في العراق أهلا بكم من جديد أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثة إن مجلس الوزراء اعتمد سعر ستة وخمسين دولارا لبرميل النفط الواحد ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام الفين وعشرين فيما بيّنت أن السعر للبيع للنفط قد يرتفع بعد منقشتها في البرلمان وقال عضو اللجنة ننقد إن مجلس الوزراء اعتمد سعر ستة وخمسين دولارا لبرميل النفط الواحد ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 لا فتن إلا أن الحكومة لم ترسل حتى الآن بنود الموازنة الاتحادية لمجلس النواب وأضاف أن مجلس النواب قد يرفع سعر البرميل إلى أكثر من 60 دولارا بعد مناقشة الموازنة التي سترسل إليه مبينا أن رفع وخفض سعر بيع النفط يتوقف على الأسعار العالمية للنفط وحجم الحجز المالي في الموازنة أعلنت وزارة التخطيط الثلاثة إطلاق صرف أكثر من 41 مليار دينار ضمن برنامج تنمية الأقاليم ذكر مكتب الإعلامي للوزارة في بيان أن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي صادقة على إطلاق صرف 41 مليار و 693 مليون دينار بهدف بناء 82 مدرسة في محافظة واسط تحسين واقع الخدمات في محافظتي كاركوك والأنبار وذلك بعد استكمال حكوماتها المحلية لمتطلبات إدراج المشاريع أعلن الشركة دانا غاز الأماراتية الثلاثة أنها حصلت على أرباح استثنائية بقيمة 42 مليون دولار من شركة بيرل بتروليوم التي يقع نشاطها في إقليم كردستان العراق ذكرت الشركة أن هذه الدفعة تأتي بعد توزيع 120 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار دفعتها حكومة إقليم كردستان لشركات التحالف بمجرد باتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها في آب 2017 وأضاف أن المبلغ تم الاحتفاظ به حسب مؤسسة اللؤلؤة للبترول في انتظار توافر تمويل لحقل خورمور أعلنت هيئة النزاهة اليوم الثلاثة عن ضبط حالات تلاعب في إثنين من التصاريح القمرقية في مركز قمرق ميناء قصر الشمالي وذكر بيان للهيئة أن فريق عملها الذي انتقل إلى الميناء قام بضبط عملية تلاعب في تصريحة قمرقية عبر ربط شهادة مطابقة لا تخص المادة المذكورة في التصريحة التي تحتوي على حاويتين محملتين بماتة الشاي وأضاف البيان أنه تم ضبط تلاعب في تصريحة ثانية تجتمل معاملتها القمرقية التي أنجزت على ست حاويات في حين أن شهادة المطابقة موجود لثلاثة حاويات فقط مبينا أن التصريحتين القمرقيتين تعودان إلى شركة واحدة وتتعلقان باستيراد مادة الشاي أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن افتتاح منفذ مندلي الحدودي مبينا أن ذلك جاء بعد موافقة رئيس الوزراء المستقيل قالت الهيئة في بيان أن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي افتتح اليوم منفذ مندلي الحدودي بشكل رسمي أمام الحركة التجارية بين العراق وإيران وأضافت أن ذلك جاء بعد موافقة رئيس الوزراء وبحضور محافظ المثنى مثنى التميمي مشيرة إلى أن مدير منفذ سومار مثل الجانب الإيراني من جانبه أكد مدير ناحية مندلي في محافظة ديالا اليوم الثلاثة أن يعادة افتتاح المنفذ الحدودي مع إيران حافظ على نحو ألف فرصة عمل أخيرا شهدت معامل تعليب التمور في كربلاء المقدسة انتعاشا ملحوظا بعد حملة دعم المنتوج الوطني التي شهدتها البلاد مؤخرا قال صاحب أحد معامل التمور أن المعمل الذي كان يعمل فيه ستة عمال في الفترة الماضية وصل عدد العمال فيه الآن إلى خمسين عاملا يشتهدون لإنتاج عشرات الأطنان من التمور بسنوفها المختلفة وأضاف أن حملة حفلة دعم المنتج الوطني ساعدت أصحاب المعامل على رفع إنتاجها إلى عشرة أضعاف يوميا مع الزيادة إعداد العمال فضلا عن تعليب سنوف مختلفة من التمور حسب طلبات السوق المحلية شكرا للزميل حميد وقبل الختام تذكيرون بالعنوين مجلس النواب العراقي يصوت على قانون الانتخابات جلسة البرلمان الخامسة والعشرين خصصت لتعديل قانون تقاعد وتم رفعها إلى الخميس المقبل الصدر يقول أن قانون الانتخابات سيقصي كل الأحزاب الفاسدة والنائب عمار اليوسف يستحصل الموافقة على الوجبة الثانية من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية في صلاح الدين شكرا للمتابعة وادمتون بخير